بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الثالثة توزيع الحروف على المخارج وعندنا الآن المخرج الأخير وهو اللسان وكان من حقه أن نذكره بعد مخرج الحلق للتسلسل الموجود ما بين الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم ولكنه لكونه أكثر المخارج حروفا أخرناه لكي نضعه بمحاضرة واحدة والله المستعان إذن اللسان وفيه عشرة مخارج ألف أقصى اللسان أي أبعده مما يلي الحلق ويخرج منه حرف القاف باء أقصى اللسان أيضا تحت مخرج القاف قريبا منه ويخرج حرف الكاف ويسمى هذان الحرفان اللهويان نسبة إلى اللهاة لقربها من مخرجي الحرفين قال صاحب التحف والقاف أقصى اللسان فوقه ثم الكاف ثم ننتقل بعد ذلك إلى المخرج الثالث من مخارج اللسان وهو وسط اللسان ويخرج منه ثلاثة حروف الجيم والشين والياء غير المدية وتسمى هذه الحروف الحروف الشجرية لخروجها من شجر اللسان أي من منتصفه أو بداية انفتاحه قال صاحب التحفة أسفل والوسط فجيم الشين يا المخرج الرابع من مخارج اللسان إحدى حافتي اللسان اليمنى أو اليسرى أو من كلتيهما معا ويخرج منه حرف الضاد بالضغط بين الأضراس العليا والسفلة يقول صاحب التحفة والضاد من حافتيه إذ وليا المخرج الخامس ما بين حافتي اللسان ويخرج منه اللام قال صاحب التحفة واللام أدناها لمنتهاها سادسا طرف اللسان تحت اللام قريبا منه ويخرج حرف النون قال صاحب التحفة والنون من طرفه تحت جعله المخرج السابع طرف اللسان مع ظهره ويخرج منه الراء قريبا إذن من اللام يقول صاحب متن التحفة والراء يدانيه لظهر أدخل وتسمى هذه الحروف الثلاثة اللام والنون والراء بالحروف الذلقية لسهولة النطق بها المخرج الثامن ظهر رأس اللسان ويخرج منه الحروف الثلاثة الطاء والدال والفاء وتسمى هذه الحروف الثلاثة النطعية نسبة إلى النطع وهو الجلدة التي في غار الحنك فوق الثنايا المخرج التاسع طرف اللسان وما بين الأسنان العليا والسفلى ويخرج منه الصاد والسين والزاي وتسمى هذه الحروف الحروف الأسلية نسبة إلى أسل اللسان أي الطرف المستدق منه ودليل هاتين المجموعتين قول صاحب التحفة والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن المخرج العاشر طرف اللسان مع أطراف الثنايا يخرج منه الضاء والثاء والذال وتسمى هذه الحروف الحروف اللثوية نسبة إلى اللثة ودليلها من متن التحفة قوله منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا إذن هذه مخارج الحروف إجمالا وننصح بأن طالب العلم ينبغي أن يأخذ هذه المعلومات النظرية ثم يطبقها مع أحد الشيوخ بشكل عملي فيرشده إلى صواب نطق طالب العلم بها وإلى خطأ طالب العلم عندما يخطئ ويقومه بعدها فالقراءة لا تأخذ إلا بالتلقي عن شيوخ هذا الفن من العلم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر